السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرح اليوم بإذن الله الواجب الثالث من مادة الماث 251 أو اللينير ألجبرا محتوى الواجب سهل مقارنة بالنسبة للواجب الأول والتاني أول سؤال عندي بيقول الائجين فاليوز في حالة المصفوفة المتمثلة أو السيماتريك ماتريكس بيكون قيم ريال عندنا نظرية بتقول لو أنا عندي الاي كانت مصفوفة نحة سيماتريك يعني متمثلة يعني المفروض من المصفوفة بتساوي الترانسبوز الخاص بيها وكان القيم اللي موجودة فيها قيم ريال يعني أعداد حقيقية فالمفروض إن المصفوفة دي الاي جين فاليو بتاعتها كمان بتكون ريال فاليوز وبالتالي الجملة السابقة حتكون جملة صحيحة نمرة اتنين بيقول لو أنا عندي متجهين المتجهين دول حيكونوا أرثجونال أو متعامدين لو الانر برودكت الخاص بيهم لا يساوي الزيرو طبعا ده كلام فالصة لازم نبقى عارفين إن الانر برودكت هو نفسه الدوت برودكت وفي حالة لما يكون الدوت برودكت بتاعي بيساوي زيرو يبقى المتجهين دول حيكونوا أرثجونال وتكون الزاوية اللي ما بينهم بتساوي تسعين فهنا في السؤال بيقول إن المتجهين حيكونوا أرثجونال لو الدوت برودكت لا يساوي الزيرو يبقى هو كلامه خطأ رقم ثلاثة بيقول المصفوفة بي هتكون سيميلر للمصفوفة ايه لو كان عندي مصفوفة بي بحيث إنه البي بتساوي البي أو سسالب واحد أو الانفيرس مضروف في الاي بي هو ده بالضبط منطوق النظرية النظرية بتقول لو أنا عندي الاي والبي كانوا مصفوفات مربعة فحنا نقدر نقول إن البي هتكون سيميلر للاي لو كان عندنا البي بتساوي البي انفيرس مضروبة في الاي بي الترم اللي فات كان السؤال بييجي بالعكس أو بيغير بدل ما يكون المصفوفة بي يخليها المصفوفة ايه فخلي بالكم يعني عمل ايه في الترم اللي فات علشان يغلط الناس قال لهم المصفوفة ايه هي اللي حتكون سيميلر للمصفوفة بي لو كان عندي الشكل ده طيب طبعا ده كده يكون كلام غلط المفروض يقول للمصفوفة ايه هتساوي البي انفيرس بي مضروبة في البي يبقى دلوقت تخلي بالكم هو عايز المصفوفة بي هي اللي تكون سيميلر للايه ولا العكسة وتخلي بالكم من الصيغة المعطاة رقم اربعة بيقول لو انا عندي الايه والبي كانوا متجهات في السي ان وطبعا سي مقصود بيها انها كومبلكسة نمبر يعني اعداد مركبة بتكون على الصورة اللي هي الزد بتساوي الايه زائد البي اي وطبعا الاي ده اللي هو جزر السالب واحد والايه هو الريال بارتا او الجزء الحقيقي اما البي هو الامجنري بارتا فان الكمبيليمنتا او الكمبيليمنت للايه زائد البي بيساوي الايه ناقص البي الكلام ده خطأ ليه؟ تعالوا نشوف عندنا نظرية بتقول لو انا عندي متجهين يو وذي والاتنين كانوا في السي ان خلي بالكم لما كنا بنتكلم على المتجهات في الشباتر الاولى كنا بنيجي نقول ان هي في الار ان والار هي الريال نمبر الاعداد الحقيقية سواء موجبة او سالبة انما السي هي الكمبلكس اللي بيكون فيها اعداد حقيقية او جزء حقيقي زائد جزء تخيلي يبقى اليو والفي كانوا متجهين موجودين في السي ان وكان الكي سكيلر يعني عدد ثابت فان كومبيليمنت الكومبيليمنت يرجعني للمتجه الاصلي الكومبيليمنت بيتوزع على الضربة يبقى حيديني هنا كومبيليمنت الكي مضروف في كومبيليمنت اليو كومبيليمنت الجمعة والكومبيليمنت بيتوزع برضو على المتجهات يبقى حيكون كومبيليمنت اليو زائد كومبيليمنت البي هي دي النقطة اللي هو بيتكلم عليها هو بيقول ان الكومبيليمنت بتاع الايه زائد البي بيساوي الايه نقص البي وده طبعا كلام خطأ بصوا كمان لنقطة الاخيرة الكومبيليمنت لليو ناقص البي حيساوي كومبيليمنت لليو ناقص الكومبيليمنت للبي والكومبيليمنت اللي متجه بيحتوي على جزء حقيقي وجزء تخيلي اللي بيحصل فيه ان احنا بنغير اشارة الجزء التخيلي وفقط يعني لو انا بقول ان اليو كانت اثنين زائد ثلاثة اي يبقى اليو كومبيليمنت بتساوي اثنين ناقص ثلاثة اي كمان عندنا نظرية بس دي في حالة المصفوفات نفس الكلام اللي فوق بالضبط بيقول كومبيليمنت الكمبيليمنت حيديني المصفوفة الاصلية هو هنا مش بيسموها الكمبيليمنت هي تقريبا الكونجوكيت او مش متذكر الاسمة كومبيليمنت الترانسبوز بيديني ترانسبوز الكمبيليمنت الكمبيليمنت بيتوزح في حالة الضربة يبقى كومبيليمنت الايه بي بيساوي كومبيليمنت الايه لوحدها مضروبة في كومبيليمنت البي النقطة اللي بعد كده بيقول الايجين فاليوز في حالة المصفوفة القطرية هتكون اي مما يلي انا عندي نظرية بتقول لو عندك الايه كانت مصفوفة مربعة يعني عدد صفوفة بيسوي عدد اعمدتها ودي كانت مصفوفة مثلثية يعني تريانجلر فورم والمصفوفة المثلثية دي ممكن تكون مصفوفة مثلثية علوية يعني هيكون المربع الصفري تحت القطر الرئيسي واللي فوقه ارقام او صفلية يبقى المفروض ان المربع او اسف الجزء او اللي هو المثلث الصفري فوق القطر الرئيسي وتحته ارقام او انها تكون يعني مصفوفة قطرية وفي الحالة دي بيكون كل عناصر المصفوفة اصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي في الحالة دي هتكون الاجين فاليو للمصفوفة ايه هي عناصر القطر الرئيسي يبقى تاني لو انا مثلا مديك مصفوفة زي دي واحد اتنين وهنا زيرو وهنا زيرو المصفوفة دي هي تايجون الماتريكس يعني مصفوفة قطرية جميع عناصرها اصفار معدى عناصر القطر الرئيسي تقدر تقولي الاجين فاليو هيكونه كام؟ اه هيبقى واحد واثنين طيب لو انا عندي مصفوفة زي كده ادي واحد اتنين ودي ثلاثة وكان هنا زيرو زيرو سليم وهنا هيكون مثلا اتنين وهنا اربعة ودي خمسة الايكن فاليو في حالة المصفوفة دي هيكونه كام؟ برضو هيكونه واحد واثنين وثلاثة وده ليه؟ لان دي مصفوفة مثلثية علوية يبقى سواء ابر تريانجلر او لور تريانجلر او دياجون الماتريكس فالمفروض ان عناصر القطر الرئيسي هي الايجين فاليوز الخاصة بالمصفوفة كمان عندنا سؤال بيقول لو انا عندي مصفوفة الوردر او الصيز بتاعها تلاتة في تلاتة في الحالة دي يترى عدد الايجين فاليوز هيكونه كام؟ علشان نجاوب على الجزئية دي تعالوا ناخد جزء نظري التعريف بيقول ان الايجين فاليو في حالة المصفوفة المربعة اللي هي ان في ان وخلي بالكم يعني اقدر اجيب الايجين فاليو فقط لو المصفوفة مربعة لو اداني مصفوفة اتنين في تلاتة او اتنين في خمسة او تلاتة في اتنين ما اقدرش لازم المصفوفة تكون مربعة الايجين فاليو بنجيبها ازاي؟ هي ناتج حل الكاركترستيك اكويجن اللي هي بتساوي اللمدة اي ناقص الاي بتساوي زيرو نجيب لمدة اي ناقص الاي ونجيب المحدد بتاحها ونساويه بالزيرو ونحل المعدلة فحنجيب الايجين فاليوز النقطة اللي تهمني انه بيقول ان الكاركترستيك اكويجن في حالة المصفوفة ان في ان حتكون الدجري بتاعتها ان وبيكون عندك على الاكثر ان من الديستنجت اكواليتيز بمعنى ايه؟ لو انا دلوقت عندي مصفوفة كانت تلاتة في تلاتة فالمفروض انه اقصى عدد من الايجين فاليوز في الحالة دي حيكون كام حيكونوا تلاتة ايجين فاليوز يعني ممكن يكونوا اقل لانه ممكن يكون في حاجات متشابهة يعني مثلا واحد واحد واثنين في الحالة دي حتقول ان عدد الايجين فاليوز هم تلاتة لكن هم مميزين فعلا حيكونوا واحد واثنين او الغير مكررين كمان بالمرة تعالوا ناخد معلومة مهمة انه مجموع الايجين فاليو في حالة المصفوفة المربعة بيساوي قيمة التريس الخاصة بها وانه حاصل ضرب عناصر الايجين فاليو لمصفوفة مربعة بيساوي الديترمنانت او المحدد الخاص بها يعني مثلا لو انا عندي مصفوفة واحد اتنين وهنا زيرو زيرو المصفوفة دي مصفوفة مربعة مكونة من صفين وعمودين تعرف تجيب لي الايجين فاليو احنا قولنا ان دي دياجونال ماتريكس او مصفوفة قطرية فاللمدة حتكون واحد واثنين طيب تعرف تجيب لي المجموع حيكون كام وكام حيكون واحد واثنين يعني الصم بيساوي تلاتة وحاصل الضربة حيساوي كام اتنين اهو المفروض ان الصم بيساوي التريس طيب احنا فاكرين التريس ده كان بايه مش كان بيساوي مجموع عناصر قطر رئيسي ومجموع عناصر قطر رئيسي هنا كام تلاتة يبقى فعلا الصم هو التريس طيب البرودكت او حاصل ضربة عناصر الائيجين فاليو طلعناه باتنين وهو تبع النظرية بيقول انه هو بيساوي الديترمننت طيب والديترمننت ده اللي هو المحدد واحنا عارفين ان المحدد اللي مصفوفه من الدرجة التانية كم بيساوي واحد في اتنين ناقص زيرو في زيرو يعني اتنين ناقص زيرو يطلع بكام؟ باتنين يبقى نحن عايزين نطلع به من القصة دي انه مجموع الايجين فاليوز هو التريس حصل ضرب الايجين فاليوز هو الديترمننت عدد الايجين فاليوز في حالة مصفوفة 3 في 3 يكونوا على الاكثر 3 قيم التمرين اللي بعده بيقول النورمة للمتجه يو اللي هو ايه والبي والسي مع نفسه طبعا النورم او اللنثة كنا بنقول انه بيساوي الجذر التربيعي لمجموع مربع كل كومبوننت مع بعضهم فناخد الاي تربيع زائد الب تربيع زائد السي تربيع النقطة اللي بعدها بيقول لو انا عندي متجه ايه كان سالب واحد وخمسة والمتجه بي واحد وسبعة دول متجهات في الرن يعني كل منهم مكون من اتنين كومبوننت فان الانر برودكت للايه والبي حيساوي كام خلي بالكم الانر برودكت اقدر اجيبه ما بين متجهات لها نفس الصيز يعني الايه والبي اللي اتنين موجودين في الرن في الرتو اسف ماينفحش تقول لي والله انا عندي متجه قيمة والتانية والتالتة واضربهولي في المتجه بي اللي هو قيمتين اتنين ده كان بينتمي للرثري وده بينتمي للرثو اوجد للضوت برودكت بتاحهم ماينفحش الكلام ده ودي عليها برضه سؤال حنشوفه بعد كده طيب نعمل ايه علشان نجيب الانر برودكت او الدوت برودكت الدوت برودكت اللي هو بيكون اي وبي كده او اي دوت بي بيساوي مجموع حاصل ضربة كل عنصر فيما ينظره يبقى حنضرب السلب واحد في واحد حيديني السلب واحد والخمسة في سبعة بخمسة وتلاتين واجمع الكميات مع بعضها يبقى خمسة وتلاتين ناقص الواحد حتديني اربعة وتلاتين اللي هو الاجابة الاولى نفس الفكرة بالضبط بيقول ان عندي العشرة واحد والفي كده اتنين وتلاتة فالانر برودكت يكون كام حنضرب العشرة في اتنين حتديني عشرين زائد الواحد في تلاتة حتديني تلاتة اجمع تديني تلاتة وعشرين النقط اللي بعد كده بيقول لو انت عندك الزد بتساوي واحد ناقص زيرو اي وده كان complex number او عدد مركب يبقى قيمة النورم التربيع سليم حيكون كام بصوا كده احنا عندنا الزد بتساوي واحد ناقص الزيرو اي فالنورمة او اللي هو بيسموه الموضلس او القيمة المطلقة او الabsolute value للمتجه زده بيساوي الجزر التربيعي لمجموع مربع الكمبوننت الخاص بيه وبناخد الجزء الريال والجزء الاماجنري فاحنا حنيجي نقول والله احنا عندنا هنا واحد وعندنا السالب زيرو فحنيجي نقول واحد تربيع زائد زيرو تربيع بيساوي طبعا زيرو تربيع هتديني زيرو وواحد تربيع 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 واحد يعني هيطلع بجزر كام واحد وجزر واحد يطلع بواحد تل هو مين اللي هو النورم او اسف اللي هو الموضلس بتاع الزد او الabsolute value لكن ده انا مش عايز الabsolute value للزد ده انا عايز المربع بتاعها فحاجة اقول والله الabsolute value زد تربيع بيساوي واحد لكل تربيع كده تاني وواحد تربيع يطلع بكام يطلع برضو بواحد خلينا نراجع الجزء النظري بيقول لو انا عندي الزد بتساوي الاي زائد البي اي ده كان complex number او عدد مركب فان الجزء الreal part او الجزء الحقيقي من العدد المركب زد هيكون الاي والامجنري او الجزء اللي هو التخيلي للزد هيكون اللي هو البي وكمان الموديلس او الabsolute value بتساوي الجزء التربيعي للامجنري part تربيع زائد الreal part تربيع والcomplex conjugate او اللي هو الكمبليمنت بيساوي ناخد اللي هو عكس اشارة الجزء التخيلي وفقط السوين اللي بعد كده بيقول لو انا عندي الزد كان complex number فان الconjugate ليه الزد conjugate ما بيسويش الزد طبعا ده كلام خطأ احنا عد علينا نظرية بتقول ان الكمبليمنت الكمبليمنت يبقى دول يطيروا بعض ويديني المتجه الاصلي يبقى هو بيقول هنا ايه انا عايز الconjugate والكونجوغيت العلامة بتاعتها اللي هي الخط ده عايز الكونجوغيت للكونجوغيت نفسه يبقى زي ما قلنا الاثنين دول بيطيروا بعض يبقى المفروض ان الناتج يكون كام هيكون الزد لكن ده هو في السؤال بيقول ده ما بيسويش الزد يبقى طبعا كلامه هيكون خطأ تمرين تاني على موضوع الانر برودكت هنضرب الـ 14 في 2 تديني 28 زائد الـ 1 في 3 تديني 3 28 و 3 تديني 31 التمرين اللي بعده بيقول لمدة هتكون solution للكاراكترستيك اكواجن اللي احنا بنجيبها او بنستخدمها علشان نجيب الايجين فاليو if and only if لو كانت طبعا هي ايجين فاليو تعالوا نشوف النظرية توضح لنا الموضوع ده شوية هو بيقول هنا لو انت عندك الايه كانت مصفوفة مربعة يبقى الايجين فاليو نقدر نجيبها فقط لمين للمصفوفة المربعة وفقط وكان الليمدة هي الايجين فاليو ده امتى ده لما تكون بتحقق المعادلة اللي هي الكاراكترستيك اكواجن اللي هي محدد الليمدة اي ناقص الايه بتساوي زيرو يعني لو عندك مصفوفة مربعة وعندك الكاراكترستيك اكواجن وحلتها وجبت قيم سليم فالقيم دي حنسميها الايجين فاليو التمرين اللي بعده بيقول انت عندك الزد بيساوي واحد ناقص تسعة اي ده كان الكمبليكس نمبر او عدد مركب فان قيمة الابسوليوت فاليو للزد لكل تربيع بتساوي كام احنا نيجي نقول ان الكمبليمنت او الابسوليوت فاليو او الموضلس للزد بيساوي ايه كام بيساوي الجزر التربيعي لمربع او مجموعة مربع كل كمية فناخد مربع الريال بارد حيبقى واحد تربيع زائد مربع الامجناري بارد اللي هو سالب تسعة لكل تربيع بيساوي الواحد تربيع مربع يديني واحد سالب تسعة لكل تربيع حتديني تسعة في تسعة يعني تديني واحد وتمانين يبقى هنا حيديني الجزر كام اتنين وتمانين لكن ده هو مش عايز الموضلس للزد ده هو عايز موضلس الزد لكل تربيع فنيجي نقول هنا يبقى موضلس الزد كل تربيع يبقى حنربع الطرفين نيجي نقول هنا تبقى جزر 82 الكل تربيع والتربيع مع الجزر يطيره بعض يبقى في النهاية يتبقى لي كام 82 النقطة اللي بعد كده بيقول المتجهات هي عبارة عن كميات بيكون ليها magnitude زائد direction يعني انت مجا قولك انا عندي فيكتور هو ال-A-B فالمفروض ان المتجه ده ليه قيمة معينة ولا يكون خمسة والاتجاه بتاعه هيكون من ال-A لل-B وليس العكسة يبقى المتجهات هي عبارة عن قيم وليها magnitude يعني قيمة وبيكون ليها direction يعني اتجاه عندنا سؤال بعد كده بيقول ان المتجه واحد اتنين ده عبارة عن eigenvector للمصفوفة 3-0-8 وسالب واحد التمرين ده علشان يتحل هياخد وقت طويل ممكن 10 دقايق ولا حاجة علشان نشرحه بالتفصيل فانا حليت نموذك مشابه ليه بالزبطة وحرفحه لكم فيديو علشان تشوفوه لكن انا هنا يهميني ان انتو تعرفوا ازاي تجيبوا ال-Aigen Values وليس ال-Aigen Vector علشان نجيب ال-Aigen Values كان عندنا اسلوبين اتنين يا اما نجيب ال-Caracteristic Equation اللي هي Lambda I ناقص ال-A ونجيب المحدد بتاعها ونسويه بال-Zero ونحل المعادلة نطلع قيم اللمدة او نستخدم طريقة مختصرة الطريقة المختصرة دي بتقول لي علشان تجيب ال-Aigen Values فانت بتستخدم اللمدة تربيع ناقص التريس للمصفوفة زائد المحدد بتاعها وتساوي الكل ب-Zero بس اخلي بالكم الطريقة دي بنستخدمها مع المصفوفة المربعة يعني صفين وعمودين وفقط المصفوفة 3 في 3 لها قانون تاني طيب تعرف تجيب لي التريس اه التريس ده اللي هو كان بيساوي مجموع عناصر القطر الرئيسي يبقى 3 نقص 1 حايدين 2 يبقى التريس ده بكام بـ 2 طيب والمحدد المحدد اللي مصفوفة من الدرجة التانية كان بيساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر غير الرئيسي يعني كان بيساوي 3 في سلب واحد تديني سلب ثلاثة وبعدين ناقص دي من القانون نضرب الزيرو في تمانية يعني زيرو يبقى الناتج حيطلع كام سلب ثلاثة يبقى هنا هيكون في المحدد سلب ثلاثة عوض كده هيديك لمدة تربيع ناقص 2 لمدة أنا فيه لمدة وبعدين سلب ثلاثة والكل ده بيساوي زيرو طيب نحل المعادلة دي ازاي على طول حنستخدم اللي قال الحزبة ونقول مود سليم وبعدين نقول له خمسة وبعدين احنا عايزين نحل معادلة من الدرجة التانية فالمعادلة من الدرجة التانية حتلاقوها لاختيار رقم ثلاثة حنضغط على ثلاثة وبعدين نبدأ ندخل المعاملات معامل اللمدة تربيع يعني الرقم اللي قبلها هو واحد حنقول يساوي معامل اللمدة هيكون سالب اثنين هذه سالب اثنين وديساوي وبعدين العدد السابت هيكون كام سالب ثلاثة هذه سالب ثلاثة ويساوي وبعدين يساوي قال لي ان قيمة اللمدة الاولى هتطلح ثلاثة واللمدة التانية بسالب واحد فعلا اللمدة بسقب ثلاثة وسالب واحد دي اللي ممكن تيجي في كوز او حاجة بسيطة علشان نعرف نحلها بالقلل حسبة اما ايجاد الائجين فيكتور بقى ده موضوح طويل شوية هنروح نجيب الائجين فيكتور بطريقة معينة لكل قيمة من قيم اللمدة طبعا بالمناسبة لو جلنا السؤال ده في الكوز في هنا رابط الموقع ده الرابط ده حضرتك بدك خله المصفوفة وهو بيحلها لك بالصورة الموضحة اللي قدامنا حيجي يقول لك والله هات للائجين فيليو اللي هما 3 وسلب 1 ويقول لك الائجين فيكتور في حالة اللمدة ب3 هي كذا والائجين فيكتور في حالة اللمدة بسلب 1 0 1 التمرين اللي بعده بيقول الفيكتور 1 سلب 1 وزيره هو يونت فيكتور متجه وحدة كلمة متجه وحدة يعني النورم بتاعه بواحد فالمتجه اللي فوق ده لو جينا نجيب له النورم هيطلع بكام النورم كان بيسوي سلب 1 تربيع زائد الواحد تربيع زائد الزيره طبعا هنا تربيع فسلب 1 تربيع هتديني واحد والواحد تربيع برضو واحد وطبعا الزيره تربيع بزيره ملهاش لازمة يبقى حيسوي جزرة واحد وواحد يعني اثنين هل النورم بتاع المتجه ده قيمته واحد لا ده طلع جزر اثنين يبقى ده ما هوش يونت فيكتور طيب تعالوا كده نخلي مثلا المتجه كان واحد زيره وزيره هل ده يونت فيكتور اه ده يونت فيكتور تيجي تقول الجزر التربيع لوحد تربيع زائد زيره تربيع زائد زيره تربيع يعني بيسوي جزر جزر الواحد تربيع هي واحد مع الزيره برضو واحد مع الزيره برضو واحد يعني جزر الواحد يطلع بواحد طبعا اللي بعده عبارة عن تمرين على موضوع الدوت برودكت هنقول انه الانر برودكت او الدوت برودكت اللي هو مجموع حاصل ضرب كل كمبوننت في الكمية المناصرة لها هنضرب 8 في 2 ب16 زائد 3 في 1 ب3 يبقى 16 زائد 3 حدد ديني 19 التمرين اللي بعده بيقول انه البرودكت او حاصل ضرب كل الايجين فاليو لمصفوفة مربعة بيساوي الديترمننت او المحدد للمصفوفة دي طبعا ده كلام صحة ودي نظرية اثبتناها قبل كده نقول تاني كم مجموع الايجين فاليو حيساوي التريس وحاصل ضرب الايجين فاليو بيساوي الديترمننت خلي بالكم من الجملتين دول ممكن يجوا اختياري بصورة كبيرة عندنا بعد كده تمرين بيقول لو النورم للمتجه يو بواحد ونورم المتجه في كان بواحد وهي الانر برودكت او الضوط برودكت بزيرو فان كوزاين الزاوية اللي ما بينهم ما بين المتجهين يو وفي حتكون كام القانون كان بيقول ان كوزاين الزاوية ما بين المتجهين بيساوي الانر برودكت او الضوط برودكت على النورم للمتجه الاول مضروف في نورم المتجه التاني يعني بيساوي الضوط برودكت قالك انه هو بيساوي زيرو ونورم اليو كان واحد نورم الفي كان واحد زيرو على اي حاجة هيطلع الناتج زيرو يبقى اذا كوزاين الزاوية هيكون زيرو عارفين لو شال كلمة كوزاين دي وخلى الزاوية بس ما بينهم يبقى الناتج كام الناتج يبقى تسعين خلي بالكم احنا قلنا لما يكون عندنا متجهين الضوط برودكت بتاحهم بيساوي زيرو يبقى المتجهين دول ارثجونال وتبقى الزاوية ما بينهم بتساوي تسعين ويبقى كوزاين الزاوية هيكون كام؟ هيكون زيرو النقطة اللي بعد كده بيقول الانر برودكت ما بين المتجهين يو و في بحيث ان اليو تنتمي للارتو والفي تنتمي للارثري is defined يعني معرف وتقدر تحسبه طبعا ده كلام خطأ ليه؟ لانه لما تيني تجيب الـ لازم يكون المتجهين بينتموا للار ان يعني المتجه الاول مثلا ار تو والمتجه التاني برضو ار تو انما ما ينفحش ان كل واحد منهم بينتمي لذيكتور سبيس مختلف النقطة اللي بعدها بيقول a square matrix او مصفوفة مربعة هتبقى invertible يعني ليها inverse if and only if في حالة وحيدة كانت الـ eigenvalue بتساوي 0 1 او d ليست قيمة من القيم للـ eigenvalue تبعها يعني تاني احنا عندنا دلوقت مصفوفة واوجدنا واحد من قيم الـ eigenvalue بتاعتها كانت 0 هل لو الـ eigenvalue قيمته 0 هل دي مصفوفة تكون invertible يعني ليها inverse لا احنا احنا دلوقت الـ eigenvalue هنا هتكون كام هتكون واحد وهتكون 0 تعرف تجيب لي المحدد المحدد في الحالة دي هيكون قيمته كام قيمته بـ 0 ما هو هيكون 1 في 0 نقص 0 في 0 يعني المحدد بـ 0 طيب والمصفوفة لما يكون المحدد بتاعتها 0 هل هيكون لها inverse لا هو كلام بيربط بعضه يبقى لو واحد من الـ eigenvalue قيمته 0 يبقى المفروض ان المصفوفة دي مش هيكون لها inverse وده اختصار الكلام فهنا بيقول ايه انت عندك مصفوفة مربعة هيقال ان هي invertible لما يكون اللمدة بتساوي 0 ده ما هوش واحد من الـ eigenvalues التمرين اللي بعده تمرين على ايجاد الـ eigenvalues والـ eigenvectors والتمرين ده مشروح في فيديو منفصل زي ما قلت لحضركم بكده بتنتهي مجموعة التمرين الموجودة في الكوز التاني بالتوفيق ان شاء الله